اهلا بكم وثالثة وقعت في فخ الاستثمار الطائفي فساعدتا في صعود المنظومة الحاكمة التي ولدت من رحم مشروع الاحتلال الامريكي واليوم وبعد اكثر من 15 عاما على الغزو الامريكي ادرك جميع العراقيين حجم كارثة الاحتلال وحصاده المرعلي مسؤولية الشعب العراقي تجاه الغزو الامريكي ومشروعه السياسي هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية لماذا يحمل الشعب العراقي جزءا من مسؤولية ما تعرض له العراق من غزو امريكي ما زال مستمرا منذ 15 سنة ثم ألم يحدث الغزو الامريكي للبلاد خلافا لإرادة المجتمع الدولي وقطاع عريض من الشعب العراقي ثم ألم يتصدق قطاع عريض من الشعب العراقي لهذا الغزو بالمقاومة المسلحة منذ وقوعه وهل يعذر من وقع من الشعب العراقي مخدوعا في اللعبة السياسية الطائفية وفخ الشحن السياسي والإعلامي ضد بقية مواطنه ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني فالح الخطاب الغزو الامريكي للعراق أكبر القضايا المصيرية التي واجهت الشعب العراقي بكل أطيافه وشكل كارثة انهيار الدولة بجميع مؤسساتها رغم ذلك كله كان الانقسام المجتمعي أمام هذا الغزو سيد الموقف ما بين شريحة قاومت الغزو عسكريا وسياسيا وإعلاميا وأخرى ظلت صامتة متفرجة تنتظر ما تقول إليه الأمور وشريحة ثالثة وقعت في فخ الاستثمار الطائفي فساعدت في صعود المنظومة الحاكمة التي ولدت من رحم الاحتلال الأمريكي اليوم وبعد مرور ما يقارب 16 عاما على بدء الغزو أدرك جميع العراقيين حجم كارثة الاحتلال ووجدوا آثاره السلبية مخيمة على جميع نواحي حياتهم حكومات بعيدة كل البعد عن مفهوم الوطنية وإدارات مؤسساتية غارقة بالفساد وفقر وظلم مجتمعي وانهيار للمنظومة الخدمية مشهد خطط له الاحتلال ونفذته أدواته المحلية حتى بلغت الأمور حدا لا يطاق فجاءت ردة فعل الشارع العراقي على شكل إرهاصات صحوة جسدتها التظاهرات الشعبية المطالبة بإسقاط المنظومة الحاكمة ونعتتها بالتبعية للاحتلالين الأمريكي والإيراني غياب جبهة شعبية موحدة مناهضة للاحتلال في بدايته جعل الشعب العراقي يحمل جزءا كبير من المسؤولية عن دوامة الخراب التي أغرقت البلاد وصار الخلاص المنشود محور آما للمواطن العراقي لكن أليات هذا الخلاص وسبوله رغم وعورتها تبقى متعلقة بضرورة اقتلاع جذور الشجرة السياسية الحالية وبناء أولى لبنات الدولة العراقية الخالية من الأذرع الأجنبية وفي مقدمتها الأمريكية والإيرانية أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في مسؤولية الشعب العراقي فيما تعرضه للعراق من غزو أمريكي في العام 2003 ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين ومعنا الدكتور فالح الخطاب الكاتب والباحث السياسي مرحبا بالضيوف الكرام جميعا حياكم الله دكتور رافع لو بدأنا معك في العام 2003 واضح كان هناك خديعة كبيرة تضليل سياسي إعلامي مهد للغزو الأمريكي وطبعا استمر هذا التضليل حتى بعد وقوع الغزو بعد العام 2003 ثلاثا من الأمريكيين ومن جاء معهم هذا التضليل والخداع كيف ساهم في تثبيت قسم من الشعب العراقي في أن يقوم بمسؤوليته الطبيعية والمتوقعة تجاه هذا الحدث الجلل وهو الغزو العسكري الاشتياح العسكري للبلد بسم الله الرحمن الرحيم تعرف أستاذ ماجد قد ما يحدث حدث كبير تعرض بلد إلى كارثة كبيرة مثل كارثة الاحتلال لابد أن هناك ردود فعل مقابلة لهذا الفعل الكبير من الشعب كان عنوان هذا الغزو مثل ما تعرف ويعرف الجميع هو الإخداع الشعب العراقي كان عنوان كبير هو الصدمة والترويع وكان هذا العنوان فعلا فيه من مظاهر الترويع والصدمة الكثير يعني على الأقل جزء كبير من الشعب العراقي تناغم مع هذه الصدمة استجاب لها استجاب لهذا الصدمة وكان رد فعله هو الخنوع أو الرهبة أو يعني ربما كان في حالة من التضليل حالة من التوهان لا يعرف أين طريق ما الذي سيحدث بعد هذا اليوم كانت هذه الحالة قد استمرت لفترة معينة لكن مع ذلك كان هناك جزء من الشعب وعى هذه القضية لم تصبه هذه الصدمة والترويع بالرهبة بالعكس كان مستعد لها واجهها بالمقاومة جزء من الشعب العراقي قاوم هذا واستطاع أن يسجل مآثر كبيرة في هذا الاتجاه لكن الجزء الأكبر وهذا ما نتحدث عنه استجاب لهذه القضية لهذه القضية وساهمت أعزاب وقوى التي جاءت تحت مضلة الاحتلال في تعميق هذا الشعور في تثبيت هذا الشعور لدى المواطن أن هناك حدث كبير يجب السكون يجب الاستسلام إليه يجب القبول به وهكذا مضت الأيام لكن هذا لفترة معينة بعد فترة معينة كان على الشعب أن يعي أن هذه الصدمة وهذا الترويع وهذا الذي يحدث هو حدث طارئ ويجب أن يكرت فعله بشكل طبيعي آخر دفاعا عن حياته عن مستقبله عن بيته عن وطنه بهذه الطريقة ساهمت أيضا قوى أجنبية وقوى محلية من أحزاب وقوى في صناعة إطار معين من التضغيل من الخداع لكي يستسلم هذا المواطن ويقبل بهذا الإطار السياسي الذي وضع له أن عهدا جديدا سيأتي للعراق وهذا العهد يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى تجربة وعليكم بالصبور سنتحدث عن هذه القضية عملية إعطاء فرصة لمشروع الاحتلال قد ينتج شيء قد يفضي إلى شيء وأيضا أنه هذه الآن العراق قد اشتيحى من قبل القوة العسكرية الأعظم في العالم ولا طاقة لنا بالمجابهة فلنعطي فرصة ولنرى دكتور عبد الحميد العاني فقط التضليل والخداع والتزييف هما من ساهم في تثبيت أو تقاعز قطة عريض من الشعب العراقي في أن يتصدى أو يتوقع منه أن يقوم بمسؤوليته الطبيعية والمتوقعة في مواجهة هذا الغزو الأمريكي أم أن القضية أيضا ساهمت هنا قضية مثل الإشكاليات السياسية الوضع السياسي غير المريح الذي كان سائدا قبل عام 2003 ربما كان أيضا كان عاملا آخر في أن يدفع بهذا القطاع العريض من الشعب العراقي للتقاعس أو أن يبني آمال عريضة على هذا الغزو نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا حينما نتحدث عن الشعب هنا بداية أود أن أقول ونحن نحمل جزء من هذا الشعب هذه المسؤولية لا يعني بأي حال من الأحوال تبرئة ساحة المجرمين الكبار الذين استخدموا الخداعة وكانوا أداة من أدوات الاحتلال لكن يعني قصدي هنا ليس تحميل الشعب المسؤولية تبرئة للآخرين بالعكس نحن نقول أن هذا الشعب حينما انخدع وأيد هؤلاء الساسة أصبح جزءا ومؤيدا لهؤلاء المجرمين هذا أمر الأمر الآخر دائما الشعوب في مثل هذه الحالة وغيرها لا يمكن أن تكون على نسق واحد أو فكر واحد إلا إذا عاشت في ظل طبيعي وتربية وطنية طويلة الأمد وكانت بتجانسة وهذا صعب لا تجده إلا في بلدان قليلة ربما هنا نحن نتحدث عن عدة أنواع من الشعب ولسيما الشعب العراقي منهم من ذكر الدكتور قبل قليل الذي هو المعارض والمقاوم للاحتلال ومنه المتمائي مع مشروع الاحتلال وهناك فئات أخرى التي هنا نستطيع أن نقول اللامبالية أو الخائفة التي أصابتها الصدمة وغيرها هؤلاء جميعا لماذا أنت جوابا على سؤالك الخداء هناك عوامل كثيرة استثمرها الخادعون احتلال وأدواته لتمرير هذا الخداء ربما الأوضاع الاقتصادية من حصار وغيره حالات التي كانت ربما تعرض لها قطاع كبير من الشعب العراقي فهذه حالة العوز المادية الحصار وغيره استثمرت هذه الجانب في الخداء في قضية الأمل وبناء ربما صورة خيالية وعد هؤلاء الشعب العراقي بحالة اقتصادية ورفاهية وغير ذلك حالات أخرى من الجانب السياسي ربما كان هناك نظام الحزب الواحد لا يوجد حرية سياسية لا يوجد تعدد ربما أيضا في نفس الوقت استغل لهذا الجانب في قضية الترويج لمشروع ديمقراطي قادم سينعم فيه الشعب العراقي بالحرية والديمقراطية وإلى غيره إذن هي جوانب منها طبعا جوانب دينية ومنها اجتماعية وسياسية واقتصادية هي عوامل كثيرة جدا استثمرها المحتل وأدواته لممارسة الخداء ودى أبناء الشعب العراقي لكن السؤال هنا من الذي استجاب لهذا الخداء ومن لم يستجب هنا هي القضية الأساسية فمن استجاب لها وأصبح جزءا من هذا المشروع لتحمل الوزر بل الذين حتى الذين سكتوا ربما عن هذا باللا مبالاتي أو بمبما تحت ذريعة أنه ندع الفرصة تمر حتى بالمناسبة هذا حتى قالها بعض الناس يعني كمثل الرموز يعني في وقتها قالوا نعطي المحتلال فرصة ستة أشهر لنرى النتيجة هذا السكوت إعطاء الفرصة هو كان ربما أيضا له دور في تمرير هذه الخدية على الشعب العراقي ونتائج التي رأيناها منذ 2003 إلى الآن هي ربما جزء منها لتحملها كل الذين شاركوا بهذا الخدع خادعين أو مخدوعين نعم دكتور فارح الخطاب يعني قسم من الشعب وثمت إجماع أنه وقع فريسة لهذه الخديعة لهذا التضليل لهذا التزيف الذي مارسته قوة الاحتلال الأمريكي طبعا وأيضا من جاء معها قسم آخر كان أكثر وعي متنبه لخطورة مشروع الاحتلال وذلك اختار له أن يتصدى له بمقاومة المسلحة لماذا هذا كان واعي وهذا كان غير واعي يعني مع العلم أنه في النهاية هذا شعب واحد عاش في رقعة جغرافية واحدة أيضا كان في بيئة واحدة لماذا هذا واعي ولماذا هذا غير واعي بسم الله الرحمن الرحيم يعني المجتمع العراقي قد لا يختلف عن مجتمعات أخرى في المنطقة يبدو واحدا ولكنه قد يكون تحتيا قد يكون مقسم إلى إلى مكونات بالمناسبة الحديث عن مكونات المجتمع العراقي بدأ الحديث عن هذا الكلام بعد حرب الكويت خارج العراق بدأ الحديث عن أن العراق هو بلد أو مجتمع المكونات فيما نعلم أن الخطاب الداخلي في العراق كان يركز على أن العراقيين كلهم حالة واحدة وأنه ليس هناك شيء لكن واقع الحال نحن إذا نريد الآن أن نتكلم يجب أن يكون كلامنا فيه شيء من الصراحة نحن نبتعد الصراحة والموضوعية والموضوعية نحن نبتعد بالتأكيد عن أي خطاب طائفي عن أي خطاب مما جاء به المحتل ونبرأ منه وبالحقيقة هذه من تقاليد العراقيين في العراق لا توجد هناك أي طائفية قبل الاحتلال لا أحد يتكلم فيها لأن المجتمع العراقي لم يعرف التطييف طول عمره بسبب المصاهرة والعلاقات الموجودة داخل المجتمع العراقي وكل أحد يعرف هذه القضية ولكن الاحتلال كان الأمريكان بالذات والبريطانيين كان يروجون لأفكار قبل مجيهم للعراق بفترة طويلة حقيقة يعني من العقد الثمانيني ربما التسعيني برس بقوة الحديث عن أن العراق هو بلد كيان اصطناعي وبالتالي كيان متوهم منذ تأسيس الحديث عام واحد وعشرين هو يعني كان عبارة عن مكونات ثلاثة ومكون واحد يقصدون في السنة تمسكوا بالحكم وامتلكوا الحكم وبالتالي ينبغي أن يكون هناك فرصة للمكونات الأخرى الأكراد مثلا يكون لهم دولة والشيعة وكذا ظل الكلام على هذا الوتر يتزايد للأسف الشديد هناك قضية موضوعية في العراق لأي سبب لا نعلم ولكن هي حقيقة واقعة نقولها الآن ربما الدكتور عبد الحميد تحدث عن الحزب الواحد ولكن في الحقيقة نعم الحزب الواحد وجد ولكن البيئة العراقية للأسف لم تكن ولادة لأحزاب سياسية حقيقية وبالتالي كان هناك حزب واحد هذه حقيقة أحزاب لم تكن موجودة وبالتالي ظل تيار كبير من الشعب العراقي لأن الحزب لم يتح لحياة سياسية تعددية ولذلك كان نظام الحزب الواحد ممكن ولكن هذا أيضا له أسباب يعني نحن نتحدث عن أسباب موضوعية كثيرة سواء سياسية أمنية يعني متداقلة خارجيا وداخليا لكن للأسف أنه ما نتج عن هذا الفراغ أنه أن عدم التوجيه يعني ظل هناك تيارنا العراقيين وهو تيار كبير يفترض بأنه تيار المواطنة العراقية الذي تعاطى مع العراق بروح عروبية ووطنية وهذا هو الأصل وشهدنا هذا مثلا أثناء الحرب العراقية الإيرانية تلاحم كل العراقيين في الجبهة بالقتال ضد إيران وشهدنا هذه الوحدة قائمة وموجودة لكن للأسف طبعا هذه بعد أحداث الكويت انهارت هذه كلها ونعلم ماذا جرى نعود إلى القضية الأساسية وهي أنه هناك للأسف جزء من العراقيين استبدلوا المذهبية السياسية بالمذهبية الطائفية وظلت هذه القضية موجودة للأسف يعني رغم الثقافة رغم الحياة المدنية رغم أن العراق لم يشهد أي حالة طائفية في السابق ولكن ظلت هذه في الخلفية في الخلفية الذهنية أنه بدل الوجود السياسي الحزبي الكذا ظل هناك اعتبارات لأشياء سمعنا بها المظلومية ووجود دورة وجود دولة للطائفة الفلانية وعمل عليها الاحتلال بشكل كبير ولهذا عندما جاء بهذه الفتنة الكبيرة التي بالمناسبة الذين حملوا السلاح دفاعا عن العراق كان تصرفهم طبيعي لأن هذا التصرف هو الطبيعي المنطقي الصحيح يعني أنا واحد سألني مرة من المرات قال لماذا مقاومة قلت لأنه الجسم عندما يداهم المرض يقاوم إذا كان جسم طبيعي ولهذا مرض نقص المناعة هو مرض نعم فهذا ما حدث أنه للأسف كان هناك تيار يرى أنه تتحقق أحلامه وطموحاته التي غابت عن السياسة من خلال المذهبية التي سنكتشف فيما بعد أنها كانت وبال عليه قبل غيرها وبالتالي انساق مع قضية الاحتلال عاقدا عليها آمال عريضة نعم وترك الآخرين في الساحة يواجهون الغزي دكتور رافع الفلاحي يعني بعد الآن أكثر من 15 سنة من هذا الرقام الكبير الذي خلف الاحتلال ومشروع السياسي والعملية السياسية الآن ما هو الثمن الذي دفع جراء تقاعس أو تغاضي أو تخلي قطاع عريض من الشعب العراقي عن التصدي لهذه الكارثة لهذا المشروع منذ البداية وترك يعني القضية لقسم من الشعب يواجه هذا الغزو الأمريكي لوحده بالنهاية الكل دفع الثمن الكل دفع الثمن إذا أسمح لي أستاذ ماجد قبل أن أجيبك على هذا السؤال أريد أني فقط أعقب على قضيتها نعم قضية الأولى أن قضية الحكم في العراق لم تكن سنية لكي تثار المكونات الأخرى الكردية والشيعية لأن الحكم سني نعم أريد أن أقول تاريخيا تشكيل أول حكومة لعبد الرحمن النقيب شكلت بثمان وزراء وثمان وزراء آخرين هم حكومة الظل في الحكومة الأصلية كانوا أهم وزارتين أهم وزارتين هي للشيع وزارة الدفاع ووزارة المالية ووزارة الكرد ووزارة الترك هماني والباقية موزعة بين الأشخاص الرئيس لمن؟ الوحدة بآمرها دكتور لا ليس بهذا الشكل نعم عندما يكون النظام سنيا هل هناك السؤال يعني عندما تتحدث مثلا نظام صدام عسية نعم أو نظام أب السلام عارف أو نظام عبد الرحمن عارف نعم عندما تقول نظاما سنيا هل كان يحكم وفق تعليمات وأطر أهل السنة في العراق أم كان لأنه هو سنيا هل فرض يعني تعليمات وإطار أهل السنة في الحكم لكي يقال أن الحكم سني أم لأنهم سنة لأنه فلان سني كما يجري الآن كما يجري الآن نعم إذن قضية بهذا الشكل أما قضية الأكراد فالأكراد من البداية لديهم مشروع لدولة قومية ويتحدثون قضية غير شكل نعم ولديهم خصومات مع كل الحكومات من حكومات الملكية إلى حكومات الجمهورية كانت لديهم خصومات وحروب كثيرة يعني هذا الموضوع الموضوع الآخر ما دفعنا ما الذي دفعه الشعب القراءة اسمعي خلينا قاطعك يعني في هذه القضية أن الأكراد لديهم مشروعهم الخاص والآخرين كما ذكر دكتور فالع الخطاب انطلت عليهم قضية المضومية والتهميش والإقصاء يبدو أنذن القضية هنا لا تتعلق بعدم الوعي أو الوعي بخطورة مشروع الاحتلال هناك فرق أنه هذا لم يكن واعيا بخطورة مشروع الاحتلال وبين أن يكون لديه أسباب واستثمر هذا الحدث الجلل ووظف لخدمة ما يعتقد أنه قضيته هناك هناك تفريق يعني هناك فرق هناك أولويات لم تراعى الشعب كان يجب أن يضع أولويات واحدة من الأولويات المهمة هو مشروع الاحتلال هو يجب أن ينظر إلى مشروع الاحتلال هو نظر إلى ما تقوله الأحزاب والقوى التي تعاملت معه وانت خارج من حصار 13 سنة هو جزء من احتلالك يعني هذا التمهيد للاحتلال كانت 13 سنة من الحصار والتجويع والفقر وكثير من القضايا هذه كلها هيئة الأرضية والمناخ لأن يأتي الاحتلال وتقبل به مجامع معينة وعندما تحدث معها مجامع أخرى حزبية وتابعة لإيران وتابعة لأمريكا وعملاء عندما يتحدثون معهم يتجاوبون معه ويتناغمون معهم لأن هناك وعود هي أمريكا من فرضت الحصار ومعها دول أخرى وهي من وعدت الآخرين وعدت العراق بفتح الحصار وانفتاح وهذا الكلام عموما ما تعرض له الثمن البعض الثمن البعض هو هذه الكارثة الآن أين وصل العراق عندما تحدث بكل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ستجد أن العراق وصل إلى قعر الهاوية فيها دكتور تسمح لي نتوقف عن جردة الحساب والثمن البعض اللي دفع العراقيون جراء الغزو نكمل بعد الفاصل إذن فاصل قصير مشاهدين الكرام ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا عن مسؤولية الشعب العراقي تجاه الغزو الأمريكي ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في مسؤولية الشعب العراقي عما تعرض له العراق من غزو أمريكي في العام 2003 ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الدكتور عبد الحميد العاني والدكتور فالح الخطاب دكتور قبل الفاصل كنا نتحدث عن جردة حساب أو عن الثمن الباهض الذي سدد أو الذي دفع جراء الغزو الأمريكي دفعه الكل سواء من تصدى ومن تقاعس إذا صح التوصيف أستاذ ماجد هناك حقيقة كان يجب أن الشعب ينتبه إليها يعني نحن لا يعني هذا البرنامج أو هذه الحلقة مجلد للذات بقدر ما هي تنبيه على واقع معين الشعب وقع يعني مجاميع كبيرة من عنده وقعت في في وهم وهم الشرعية كان نتحدثون عن شرعية انتخابية شرعية مرجعية شرعية وجود جديد شرعية عراق جديد هذه الشرعية فيها الكثير من المغالطة فيها الكثير من الإيهام نعم هناك شرعية انتخابية لكن هذه الشرعية انتخابية وشرعية مرجعية وشرعية معرفة منه كلها تسقط أمام شرعية تقديم الخدمات شرعية الإنجاز أنت تطالب حكومة تطالب كل القائمين على الحكوم بإنجاز اللي لم يعطوك حياة جديدة فيها كرامة وفيها استقلال البلد وفيها حرية للبلد لا شرعية لهم اللي لم يعطوك أمانا وأمنا واستقرارا وتقدم علمي وتقدم ثقافي وتقدم صحي لا شرعية لكل هؤلاء المنتخبين وغير المنتخبين أنت الشعب هو أساس السلطة هذه هي الفكرة الأساسية وهم حتى في هذا دستورهم الكسيح يقولون أن الشعب أساس السلطة إن كان الشعب أساس السلطة وهو من يقولون من اختار هؤلاء من يمثلوا في السلطة وهؤلاء فاسدين ويسرقونه ويتأمرون مع الخارج ضده فإذن هو يعطي شرعيته هذه شرعيته لمن لا يستحقونها لكي يتاجروا بها هذا نعكس عليهم الشعب العراقي لا يمتلك أمنا وأمانا هذا جزء من الثمن الذي دفعه الشعب العراقي لا يمتلك اقتصادا ليس هناك سياسة اقتصادية هناك فوضى فوضى سياسية وفوضى اقتصادية وفوضى اجتماعية الشعب العراقي فقد حاضرة ومستقبلة قفل عليه المستقبل وقفل عليها الحاضر الأمية عنده الآن أكثر من 60% أكثر من 6 ملايين إلى 8 ملايين عدد الناس الذين في الأمية الفقر عنده 39% من الفقر 25% منهم تحت خط الفقر عنده الأمراض 40 مرض جديد جاءت للعراق وكانت مختفية عن العراق سرطانات وغير سرطانة حتى الأمراض التي كانت السلوة وغيرها عادت من جديد هناك تخلف هناك أمية هناك أزمة السكن هناك أزمة خدمات لا مياه صالح للشرب لا كهرباء كل هذه وفساد عام مطلق والشعب يتظاهر ويتهمون أن هؤلاء هم الذين سرقونا فبالتالي ما دفع هذا الثمن من دفع هذا الثمن هو الشعب العراقي هذه الأموال أموال الشعب العراقي هذه الخدمات تعطى للشعب العراقي الاستقلال والحرية والسيادة هي للشعب العراقي لأن هذا وطن فبالتالي أنت فاقد كل هذه فاقد هويتك وهو هذا أهم شيء فاقد هويتك عراقي أنت هويتك دفعوك باتجاه أويات فرعية أنت سني أنت شيعي أنت أنت كردي إغتماعك منه لو أن الكل يعني تصدوا بمسؤولية لهذا الغزو الأمريكي يعني قاموا بالمسؤولية الطبيعية والمتوقعة هل كان من الممكن أن نصل إلى هذا الحصاد المر؟ أبداً لأن الشرعية واضحة الهدف واضح البوصلة واضحة تكون الشرعية واضحة الشرعية لمن للإنجاز شرعيتهم غير شكل الآن الشرعية ضائعة هم يتحدثون هؤلاء الذين يحكمون العراق يتحدثون بشرعية على فكرة واحدة من الأمثلة البسيطة باقتصاد دكتور في التظاهرات التي خرجت في البصرة يصدر تعميم من كل الأحزاب هذه الأحزاب الفاسدة اللي هي مملوكة لإيران اللي لا ترفعوا غير راية العراق لأنه رفعوا رايات ما أعرف ما أعرف شونه لا ترفعوا إلا راية العراق لكن كل هذه الأحزاب هي مملوكة لقوى خارج العراق وتتآمر على العراق وتسلب العراق إرادته وسياسته واستقلاله وسيادته وحتى أمواله وقراره الذاتي وهويته ويدفعون الشعب ويتأمرون على الشعب ويقولون له لا ترفعوا إلا راية العراق متاجرة كبيرة بشعارات وطنية براقة بالشكل لكنها في مضمونها فارغة ويبدو أنه الانتخابات والمقاطعة الكبيرة يبدو قد أنه مجتمعيا قد أدرك يعني طبيعة هذه الأحزاب أو توجهاتها أو خلفها دكتور فارح الخطاب يعني في عام 2003 الغزو وقع وما أصبحها واقعا تقوم به بلايات المتحدة الأمريكية وهي القوة الأعظم في العالم الذي لم يتصد لهذا الغزو كانت لديه حجة فلنعطي فرصة لهذا المشروع الذي جاء الأمريكيون جاء دخلوا الأمريكيون إلى العراق والآن هم بصدد مشروع سياسي ديمقراطي أرساء الديمقراطية ومغادرة حقبة الدكتاتورية في العراق في بلد منهك بفعل الحروب والحصار هذه الحجة كانت مقبولة في وقتها الأمور لم تكن واضحة كانت ضبابية ليس الآن هل كانت مقبولة هذه الحجة ممكن أن يكون عذرا ممكن أن يكون مسوغا لهذه الشريحة التي ذهبت بهذا الاتجاه لا بالتأكيد ليس هناك شعب يقبل الاحتلال مهما كانت هوية هذا الاحتلال ومهما كانت مبراراته علما أن الاحتلال استخدم كل أنواع الأكاذيب بدءا من أسلحة الدمار الشامل إلى نشر الديمقراطية ثم روج بعض كتاب المارينز كما يسمونهم في الصحف روجوا إلى أن الاحتلال الأمريكي قد يكون خير على العراق باعتبار أنه ألمانيا واليابان استفادت من تجربة الاحتلال ولكن نحن نعلم أنه من جاءوا كما يقال على ظهر الدبابة الأمريكية فعلا دفتور لماذا لم يستفد في العراق من تجربة الغزو الأمريكي كما جرى في هذه البلدان كوريا في ألمانيا لسبب بسيط لأن الاحتلال هو الذي قرر في تلك البلدان أن يكون الحال هكذا لمواجهة النفوذ السوفيتي وفي ألمانيا كان هناك مطلب بأن تكون ألمانيا قوية كجزء من أوروبا الغربية القوية وفي اليابان لمواجهة النفوذ السوفيتي هذا معلوم لكن الاحتلال بالتأكيد يتضاد مع فكرة وجود دولة قوية في المنطقة لا تشبه اليابان ولا ألمانيا ولا عشر هذا المثال بسبب إسرائيل وبسبب المصالح الغربية كما نعلم ولذلك هناك أوهام كبيرة نشرت في العراق ولكن كان الأولى والأحرى بمن وقفوا متفرجين أو وقفوا متأملين بانتظار غنيمة لا تأتي أن ينظروا إلى الرموز التي أتت مع الاحتلال هي رموز كلها فاسدة رموز كلها صنعت في خارج العراق وبالتالي لم يكن الأمر ليعطي ذلالات أو آمال واعدة كما كان يتوهم الكل الحقيقة أنه الاحتلال أتى وفي ذهن مخطط لتمزيق العراق نحن نعلم جيدا نتذكر جيدا ماذا قال جيمس بيكر لطارق عزيز قال سنعيدكم إلى أسر ما قبل الصناعة هذا ليس فقط يعني لا نتحدث هنا عن الصناعة وعن الزراعة نتحدث عن إعادة المجتمع إلى مكونات البداية البداية جدا التي كل واحد ينتمي فيها إلى خارج نطاق الدولة قبلية عشائرية مذهبية طائفية وبالتالي ضاع الأمر هكذا تماما وتحول العراقي الذي كان في حضن الوطن أنا أسأل كم من العباقرة والعظماء الذين برزوا في العراق ويشار لهم بالبنان يعني كم علي الوردي خرج بالعراق بعد حقبة الاحتلال علي الوردي يصنف كشيعي مثلا ولكن نشأ في ظل الدولة العراقية في كل عهودها رأت العراقيين جميعا على أساس أنهم عراقيين مواطني عراقيين فقط هكذا لكن هذه المسألة للأسف انطلت على البعض كما قلنا بدواعي متوهمة المظلومية وفسح المجال وفي أحد السياسيين الذين الآن يعني انفصلوا عن الموكب هذا معروف والعراقيين يقول ماذا استفاده هو يتحدث عن طائفته يقول ماذا استفدنا غير حرية اللطم نعم وحرية البكاء على ذكر انطلاء هذه الخدعة وقبول قطاع عريض من الشعب العراقي بها دكتور عبد الحميد العاني الآن بعد هذه العقد ونصف هل تعتقد أن من خدع في البداية وصدق أو بنى آمال عريضة أو كان متأملا كما قال دكتور فالح أو آملا بحياة سياسية جديدة الآن لديه إدراك لحقيقة هذا المشروع واستدراك أيضا في المواقف إدراك واستدراك في المواقف وأنه الآن الفرصة ربما تكون مؤاتية قد لا تكون مؤاتية يوم غد أو بعد غد هل تعتقد أن هناك عملية استدراك طبعا يعني حتى المنخدع أو الذين خدعوا في تلك الحقبة لا يعفوني من هذا الأمر لكن بطبيعة الحال حينما مرت هذه السنوات وهي سنوات عجاف وذكرنا في حلقات كثيرة جواند مما أصاب الشعب العراقي نتيجة هذا الاحتلال ونتجة هذه الموارسات فلذا يجب على كل عاقل أن يراجع نفسه وهؤلاء الذين يدعون الإنخداع بسبب هذه الشعارات التي رفعت لتخليصهم من المظلوميات السابقة أو لتحقيق آمال جديدة ونحوها كان يجب أنه دائما الإنسان يقوم بمراجعة لنفسه ويرى ما هي النتيجة فمثل ما أشار الدكتور الأستاذ قبل قليل لهذه الطائفة أو هذه القومية أو هذه الجماعة أو هذا العزب ماذا حقق لنا من هذه الشعارات التي رفعت نحن أين اليوم من هذا كله الذي ذكر لنا سابقا وهل يمكن أنه نستمر في هذه الخدوة على سيما أن ذات الموجودين اليوم الذين يستمرون بالمناسبة في ذات أسلوب الخداع هم ذاتهم الذين حكموا منذ 2003 إلى الآن فهل يجوز لنا الاستمرار بأن نبقى مخدعين ومقيدين ومنقادين لهذا الخداع ولهذه الشعارات والأكاذيب هنا يجب أن يكون يصحح وهذا ما يفعله الآن يفعله كثير من أبناء الشعب العراقي بتصحيح موقفهم وتغيير أساليبهم وسلوكياتهم لكن هنا أيضا ربما تقف عقبة عندنا أو عقبتان العقبة الأولى هو من الذي يمارس التثقيف التثقيف الوطني طبعا نحن نتحدث عن ثقافة وطنية دكتور صارت تحدث عن دور النخبة والمجتمع أيضا لكن هناك أمر آخر وهو أنه ربما أحيانا أيضا بعض أبناء الشعب العراقي حينما يراجع هذه السنوات الماضية من 2003 إلى الآن ربما يقول أن هناك تجارب هي تجارب صحيحة لتصحيح المسار لم تكتمل ولم تؤتي ثمارها فلذا ربما يصاب البعض بنوع من اليأس والإحباط لكن هنا يقول أنه اليأس والإحباط في هذا الأمر غير وارد البتة ويجب أن لا تنظر دائما إلى النتائج وإنما ننظر إلى المسار الصحيح المسار الصحيح يجب أنه نسلكه ونستمر عليه حتى يؤتي ثماره إن شاء الله نعم دكتور رافع الآن هناك من يتحدث عن تحركات أمريكية جديدة في العراق تحركات عسكرية ربما نهج جديد نهج أمريكي سياسي في العراق جديد هناك من يعقد آمال عريضة أيضا على هذه التحركات في الخلاص من هذه الطبقة السياسية التي تحكم منذ 15 سنة إلى اليوم هل تعتقد أن هذه أيضا ربما تكون خدعة أخرى بعنوان جديد بثوب جديد بعناوين جديدة بالتأكيد هي خدعة وعناوين جديدة لإحباط هذا الشعب وجعله مستسلم تماما لما حصل لهذا الواقع البائس الذي هو فيه أريد فقط أن أقول لماذا يعني يعني ذا سألنا نفسنا لماذا يستسلم الشعب العراقي الآن بهذه الطريقة ولم يستسلم سابقا ويعني عندما تعود إلى الماضي على الأقل في ظل الدولة العراقية الحديثة عندما تقارن بين الشعب كان متعرض الاحتلال في يعني عام 1948 عندما تفرض معاهدة بورتسموث يخرج الشعب العراقي عن بكرة أبيه بسنته بشيعته بكل مكوناته يخرج ويقاوم السلطة تلك المقاومة واللي يدفع شهداء ويسقطون ويسقط حكومة ويجبر الحكومة ويجبر الدولة السلطة كلها ويجبر حتى البريطانيين الذين يحكموا العراق عن التنازل عن المعاهدة ويسقط الحكومة في الـ 52 و 56 الشعب كان موحد بهذه الطريقة كان هناك هدف واحد للجميع لماذا فقدنا هذا؟ هناك فكر طائفي هناك فكر تقسيمي هناك لعب على هذه الأوتار هذه التجربة البريطانية كانت موضوعة تحت اليد عندما جاءوا في 2003 جاءوا بهذه التجربة أين أخطأوا وكيف يصححون الحال؟ أعطوا الدروس للأمريكان في زراعة هذه القضية زراعة القضية الطائفية لذلك مزقت الشعب بهذه الطريقة يعني الآن استفادوا من التجربة السابقة لماذا لم ينجحوا سابقا حينما كانوا هم قوة الغزوة وقوة الاحتلال الرئيسية؟ حاولوا لكن كان الشعب أكثر قدرة على امتصاص هذه الصدمات والمحاولات كثيرة ومحاولات كثيرة جدا هل زرعة الطائفية جاء بعد 2003؟ لا البريطانيين يعني من بداية احتلالهم للعراق عملوا على هذه القضية لكنهم لم ينجحوا النجاح لأن الشعب واجههم بهذه الطائفية القدرات بهذا التصميم بإطار واحد ثابت يتحرك للأمام نعم هناك من شذ عن هذا وهناك من عمل مع البريطانيين وانساندهم ومن تآمر على الشعب هذه موجودة لكن الغالبية العظمى مضت في هذا المركب باتجاه أهدافها في عام 2003 كانت المؤامرة غير شكل طبيعتها غير شكل والتقسيمات غير شكل كان تركيز من البداية وسابق للاحتلال التركيز على قسم العراق إلى مكونات ومظلومية واتجاهات معينة ووعود بأن هذا من يتسيد وهناك أكثرية وأقلية لم يكن هذا الحديث سابقا فلذلك استسلم يعني أنا أتي بمثال عام 2008 عندما يوقع المالكي الاتفاقية الأمنية اتفاقية مذلة لا تقل يعني ربما أكبر تأثيرا من اتفاقية أكبر تصمث لكن الشعب العراقي هنا خرج وأسقطها وهنا استسلم لها ورحب بها ربما والأحزاب كلها أيدتها وجعلت الشعب يؤيدها لهذه الاتفاقية والآن يتحدثون عن هذه الاتفاقية أنها دمرتنا ويجب إلغاءها لهذه الاتفاقية أنتم من وافقتم عليها هذه الأحزاب هي من وافقت عليها فبالتالي نحن لدينا يعني مشكلة بنيوية أساسية في أصل العملية السياسية وفي أصل هذه الأحزاب فكرها طائفي توجهاتها طائفية الشعب الآن بعد 16 سنة اكتشف هذه القضية لكن مصيبة هذا الشعب مصيبتنا جميعا أننا لا نعرف أن نحدد أين الهدف وين نتجه نحاول أن نذهب إلى أهداف واتجاهات ثانوية غير الحقيقة على ذكر تكرار الخديعة دكتور فالح الخطاب هل تعتقد أن الأمريكيين سينجحون بعد 16 سنة الآن في ضوة هذه التحركات بخدعة أيضا كبيرة سيتناغم معها أيضا قطة عريض من الشعب العراقي في المرة السابقة استندوا إلى إشكاليات كبيرة مظلومية والاستبدال السياسي وما إلى ذلك وأجاوب مشروعه على أساس النورسات الديمقراطية وتخليص العراق مما كان فيه الآن هذه التحركات ستنجح أيضا ستخدع أيضا أناس هل تعتقد يعني نحن نأمل أن لا تنجح ولكن الآمال ليست وحدها كافية لا أريد مؤشرات نعم هل تلمس مؤشرات على أن هناك انسياق هناك تناغم يعني هناك مشكلة عندما جاء الأمريكان عام 2003 أتوا بالأشياء الخادعة التي بنوا عليها موقفهم وموقف بعض شريحة من المجتمع العراقي للأسف اليوم نجح الأمريكان في شيء واحد وهو أنهم أذاقوا الشعب العراقي الأمرين يعني أذاقوا الشعب العراقي الويلات هل نحن الآن إذا حالة اجتماعية خطيرة تقول خلصونا من إيران وأزلام إيران حدر تسألك عننا وميليشيات إيران نعم الأمريكيون أذاقوا الشعب العراقي الحقيقة بأدوات أخرى ولذلك الناس يعني الناس منصبة يعني أنظارهم عقولهم متوجهة إلى هذه الأدوات المباشرة التي آذتهم نعم ولذلك نحن نخشى للحقيقة نحن نخشى أن يكون هناك توجه عند كثير من العراقيين الآن أنه خلصونا من الإيرانيين باليد الأمريكية بالقبضة الأمريكية ولا علينا بعد ذلك أن يكون ما يكون لكن يجب أن نتذكر أن من أتى بالإيرانيين وبالميليشيات وهندسة ورسم كل هذا الوضع هما الأمريكان الاحتلال الأمريكي مسؤول عن كل ما جرى في العراق ويجري حتى هذه اللحظة وربما هو يخطط أن يبتل العراقيين بكل أنواع البلاء من أجل أن يكون هو المخلص وفي الحقيقة هو الداء وهو العدو دكتور عبد الحميد العاني إذا هذه النقطة نقطة قد يتعرض الشعب العراقي إلى خدعه أيضا أخرى ما هو المطلوب من النخبة من العلماء صناع الرأي من المجتمع نفسه حتى لا يقع الناس في العراق يعني أيضا في فخ هذا الخداع والتضليل ونجرب أيضا عشرين عام أخرى حتى نكتشف أننا يعني خدعنا ما هو المطلوب؟ نعم طبعا نحن نتحدث عن الشعب دائما نقول هو بيده التغيير لكنه أيضا كيف يكون أو كيف يصل الشعب إلى هذا المستوى حتى يكون مؤثرا ويكون له دور في التغيير لا بد أن يكون هناك وسائل لزيادة منسوب الوعي عند الشعب حتى يصل إلى الدرجة الهوية الوطنية الجامعة وأن يكون له رؤية واحدة للتصدي لجميع هذه الأخطار شعب لم يعطى فرصة لم يرتح حتى يفكر حتى ينظر حتى يدرك نعم لذلك نحن دائما يعني نسأل من المسؤول عن زيادة هذا الوعي هناك أحيانا في الأمر الطبيعي طبعا هناك وسائل هذا الوعي صناعة هذا الوعي ربما يكون هناك اللي هي الأحزاب السياسية أو الخطاب الديني يعني الجماعاتي أو المرجعياتي أو الرموز الدينية أو حتى أيضا الجهاز الرسمي الحكومي لصلاة للأسف اليوم الذي نراه في العراق الجهاز الرسمي الحكومي هو بالعكس يزرع الطائفية ويزرع التفرقة ويعمل على إبعاد الشعب العراقي عن هذه القضية وراء أيضا كثير من المنابر الدينية والأحزاب السلطوية وغيرها هي تعمل على تفرقة وشق صف الشعب العراقي لإبعادهم عن كل هذه المفاهيم لماذا ضمان الاستمرارهم في مناصبهم إذن يبقى القضية على من تبقى من رموز وطنية من جماعات حتى عندنا رموز عشائرية ومجتمعية مثقفين هؤلاء عليهم دور كبير لزيادة هذا الوعي ودائما يكون التركيز على ماذا حصل هذا الشعب الآن إلى هذه ما هي النتيجة طيلة الممارسات السنوات الماضية إلى أين وصلنا وما هو المأمول يعني ما ذكره قبل قليل للأستاذ فالق حول وأنت سألته عن قضية التغيير الأمريكي والإيراني ذكر شيء جدا مهم هنا على جميع ابناء الشعب العراقي أن يعيه ويضعه نصب عينيه أمريكا هي التي صنعت إيران ورعتها وبالتالي من المستحيل أن يكون التغيير على أديهم وعلى فرضية طبعا لا يوجد مقدمات عداء الخطاب الإعلامي والتهويل على فرضية تم هذا التغيير فإن أمريكا ستأتي بمن هو ألعن من إيران وميليشياتها فلذا على الشعب أن يتصدى متفائل لأن هناك نسبة من أين جاء التفاؤل نحن نرى أن نسبة الوعي هنا تتصاعد ونرى أن هؤلاء المخادعون هم يستمرون على طريق واحد ولذلك يوما بعد آخر ينكشفون إن شاء الله تعالى شكرا دكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين وشكرا أيضا دكتور فالح الخطاب الكاتب والباحث السياسي وشكرا دكتور رافع الفلاحي أيضا نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لنستمع إلى خلاصة النقاش من دكتور رافع الفلاحي بقوا معنا ترجمة نانسي قنقر دكتور الكل يلوم ربما الشعب هو يحمل جزء من المسؤولية أنه لم يتصدى لهذه الكارثة بشكل جماعي بيد وحده وبالتالي هو دفع الثمن جميعا سواء من تصدى أو من تقعس الآن الناس في ظنك شديد جدا ويعني ترنوعونها إلى سبيل يخلصها من هذا الواقع المرير الآن يعني ما السبيل إلى هذا الخلاص أستاذ ماجز السبيل في هذا الشعب العراقي لا سبيل آخر غير الشعب العراقي الشعب العراقي الآن لديه ثلاثة خيارات لا رابعة لها إما أن يثور ثورته الشعبية يستند يعني يعتمد على الله وعلى شرعية ثورية ثارة مرتين أو أكثر من مرتين نعم يجب أن لا يستسلم بهذه القضية هذه عندما تكون بموجات كبيرة لن يستطيع أحدا ستتحيد الجميع عندما يخرج الشعب كله والآن يدافع عن حياته يدافع عن يومه ومستقبله يدافع عن بيته ومستقبل عياله ومستقبل كل الناس اللي حوله ويدافع عن حياته هو بالذات فبالتالي أمامهم ثلاث خيارات لا رابعة لها الخيار الأول أن يثور ويعتمد على الله وعلى شرعية ثورية شرعية ثورته هذه هي التي تثبت وليس شرعية انتخابات لأنه أولا انتهت الآن غسل الشعب بإيدها منهم لا شرعية في إنجازهم ولا شرعية فيهم الخيار الثاني والخيار الثاني إما أن يستسلم لهذا الواقع وينتظر هذه الحلول أمريكا تحل القضية معرف منه حل القضية والحل الثالث إما أن يقبل بهؤلاء وينتظر ويصدق أنهم سيصلحون هؤلاء الذين أفسدوا كل شيء وكانوا أداة للتخريب أن يكونوا أداة للبناء ويصدق هذه الكذبة ويعيش هذه الكذبة إلى أبدل آخر سيف نوم هذا هو هذا الخيار إذن ليس أمامه إلا خيار واحد هو ثورته ثورته الحقيقية ثورة هذا الشعب يترك هذه الطائفية يترك سنة والشيعة ويترك الحل من الخارج هذا الحل من الخارج لن يأتي بشيء أبداً من يأتي بالحل هو الداخل وهو الشعب أشكرك دكتور نتقل إن شاء الله في الأسبوع القادم شكراً جزيلاً